ما زلنا معك عزيز القارئ عزيز المحقق عزيز الباحث على تلك المراحل التي لا بد منها لوجود مخطوط محقق تحقيقا علميا صحيحا إننا الآن أمام المرحلة النهائية وهي ضرورة وضرورة لك أن تقف عليها كذلك إنها المرحلة النهائية وهذه المرحلة لها مجالاتها ولها ضوابطها ولها أيضا متطلباتها فأول متطلب منها أن يقدم المحقق كتابة تشتمل على مقدمة يضع مقدمة في أول الكتاب هذه المقدمة تشتمل على الخطوات التالية أولها أسباب اختيار المخطوط ثانيها أهمية اختيار المخطوط ثالثها بيان موضوع هذا المخطوط حتى يقف بك عزيز القارئ على ضرورة تواصلك ومواصلتك لهذا المخطوط لكونه يقدم حلا لمشكلتك أيضا لابد أن يقوم المحقق بإبراز المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في التحقيق ويبين أهمها وأكثرها اعتمادا أو قربها وبعدها عن مخطوطته أيضا من المجالات التي لابد أن يقدمها الباحث في المرحلة النهائية مرحلة الدراسة ما المقصود بالدراسة؟ يعني أن يقدم الباحث دراسة تشتمل على خمسين إلى مئة صفحة من خمسين إلى مئة صفحة لا يطيل ولا يقل هذا العدد ليبين فيها الباحث أي في دراسته العملية كيف أنه قدم خطته وبحثه إلى غير ذلك وسنذكر في هذه الدراسة ما ينبغي عليك فعله؟ ينبغي عليك عزيز المحقق أن تقدم خمسة أمور تتوسع في دراستها وإبرازها هي ترجمة المؤلف المؤلف الذي قدم لنا هذا السفر النفيس من أسفار العلم وهو المخطوط عليك أن تقدم ترجمة للمؤلف حتى نستطيع أن نقف بين المخطوط ومؤلفه وأن نربط بينهما فكرا ومكانا وزمانا حتى يكون في هذه المعرفة بيانا لحل كيف كان أو كيف يكون هذا المخطوط مقدما لحل لمشكلة في المجتمع كذلك عليك أن تبين أهمية الكتاب وكذلك كلمة عن موضوع الكتاب فالأهمية والموضوع مرتبطان قد يكون الموضوع مطروحا على الساحة الفكرية المعاصرة ويأتي المخطوط ليقدم هذا الحل لهذا الموضوع إذن هو مهم أيضا عليك عزيز المحقق أن تقدم دراسة النسخ الخطية تقول قمت بدراسة نسخ خطية وهي في مكاني كذا وتشتمل على كذا وقد فعلت فيها كذا إلى غير ذلك مما ينبغي فعله وكما شرحناه لك في الشرائح السابقة كذلك عليك أن تقوم ببيان منهج التحقيق الذي قمت بدراسة هذا المخطوط عليه حتى يكون القارئ على يقين بأنك تسير سيرا صحيحا ويؤمن بنتائجك التي توصلت إليها لأنك قد اعتمدت على مناهج التحقيق كتابية أو تاريخا أو استنباطا أو استقراءا إلى غير ذلك مما وقفنا عليه فيما سبق من شرائح هذا الموضوع هل هذه كلها هي المجالات التي يحتاج إليها الباحث في صياغة مخطوطته في مراحلها النهائية؟ كلا بل هناك مجالات أخرى سنتعرف عليها في الشرائح التالية اشتركوا في القناة